الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي أول مرة أتدبر القرآن دليلك لفهم وتدبر القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس تأليف عادل محمد خليل قدم له أصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ فهد سالم الكندري الدكتور محمد الحمود النجدي الدكتور عبد المحسن زين المطيري يقرأه عليكم بلال محمد منصور تزكية فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فالقرآن كلام الله عز وجل الذي أنزله ليعمل به الناس ويكون منهاج حياة لهم ولا شك أن قراءة القرآن قربة وطاعة من أحب الطاعة إلى الله تعالى لكن مما لا شك فيه أيضا أن القراءة بغير فهم ولا تدبر خطأ ومخالفة للمقصود الأكبر للقراءة وهو تدبر معاني القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله وإجالة الخاطر في أسراره وحكمه والله تعالى قد دعانا لتدبر كتابه وتأمل معانيه وأسراره فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقد نعى القرآن على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يستنبطون معانيه فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن الخطوات الجميلة في هذا المجال كتاب أول مرة أتدبر القرآن للشيخ عادل محمد خليل وفقه الله وهو مختصر مفيد للمبتدئ مذكر للمنتهي نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كتبه محمد الحمود النجدي رئيس اللجنة العلمية جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع ضاحية صباح الناصر تزكية فضيلة الدكتور عبد المحسن المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية آيات الخيرية أستاذ التفسير بكلية الشريعة جامعة الكويت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعت على كتاب أول مرة أتدبر القرآن للشيخ عادل محمد خليل حفظه الله وقد وجدته وفق في هذا الكتاب توفيقا كبيرا بحسب تقديري في التمهيد لكل سورة بمقدمات مهمة توضح مقصدها وفضائلها ومناسباتها وموضوعاتها وبعض لطائفها وأسباب نزول بعض الصور مما يوطئ للقارئ فهم السورة وإدراك جل مقاصدها ويسهل الربط بين آياتها ويقرب فهمها ويسر حفظها وقد كتبه مؤلفه بأسلوب سهل قريب يصلح لجميع الفئات فينبغي لكل قارئ أن يبدأ به قبل أن يقرأ السورة وسيجد فرقا كبيرا في قراءة السورة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كتبه دكتور عبد المحسن المطيري رئيس مجلس إدارة جمعية آيات الخيرية أستاذ التفسير بكلية الشريعة جامعة الكويت تزكية فضيلة الشيخ فهد سالم الكندري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن إماما ونورا وهدى ورحمة للعالمين والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن وخير من تدبر القرآن ومن كان خلقه القرآن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالقرآن الكريم آخر وحي نزل من السماء والأمة الآن أحوج ما تكون للعودة إلى مصدر عزتها وكرامتها القرآن والتمسك به والالتزام بحدوده ولا يكون ذلك إلا بتدبر آياته وفهم معانيه والعمل به وقد طالعت كتاب أول مرة أتدبر القرآن للشيخ عادل محمد خليل فوجدته من أيسر وأجمل وأنفع ما كتب في هذا المجال فأنصح بقراءته والاستفادة منه والحرص على نشره ليصل هذا الخير الكبير للناس لأن تدبر القرآن والعمل به هو سر السعادة والفلاح لكل مؤمن ومؤمنة في الدنيا والآخرة سائلاً المولى سبحانه أن ينفع به كاتبه وناشره وقارئه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين كتبه الشيخ فهد سالم الكندري إمام المسجد الكبير في دولة الكويت التمهيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أول ما تقع عينك على هذه الآية الكريمة فعلم أن جميع معاني اليسر والسهولة التي وقعت في ذهنك تشمله هذه الآية سهولة ويسر في التلاوة سهولة ويسر في الحفظ سهولة ويسر في الفهم سهولة ويسر في التطبيق والعمل فقط فرغ ذهنك وأقبل بقلبك وألقي مشاغلك خلف ظهرك وقرأ مستشعراً عظمة وجلال الكلام وعظمة وجلال المتكلم أمع فيه النظر أعد الآية ولا تمل ولا تضجر سيفتح الله لك وسيفيض عليك وسيعطيك ثوق ما تريد المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن الله امتن على عباده أن أرسل إليهم خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيراً ونذيراً وأنزل عليه أجل وأفضل كتبه مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها وجعل هذا الكتاب نوراً للناس وبركة وهدى ورحمة ودليلاً يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق وحكماً يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ومنهاجاً من التزمه نال السعادة في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه ضاقت عليه نفسه وشقي في الدنيا والآخرة فما أكرم هذه الأمة على الله سبحانه وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون القرآن الكريم رسائل من الله تعالى يقرؤونها في صلاتهم بالليل ويطبقونها بالنهار وكانوا لا يتعدون عشر آيات حتى يتعلموها ويفهموا ما فيها ثم يعملوا بها فأوتوا العلم والعمل معاً فصاروا بذلك أفضل الأمم ومن تمام نعمة الله على هذه الأمة أنه لم يعهد حفظ كتابها إلى أحد منها كحال من سبقنا من الأمم قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فحرفوا كتابهم وخانوا عهد ربهم وضيعوا أماناتهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل ذلك تولى ربنا جل جلاله حفظ القرآن بنفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو الكتاب الأوحد من بين الكتب المنزلة من السماء الذي لم يحرف ولم يبدل وهو الوحي الحق الوحيد الموجود الآن على الأرض لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وما سواه كذب وتلفيق وباطل وقد تسابق العلماء قديما وحديثا في نيل شرف خدمة هذا الكتاب الجليل فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورفع مقامهم في الدارين هو المتأمل في حال الأمة اليوم يجد إقبالا على سماع القرآن وتلاوته وحفظه وهذا لا شك مما يرجى نفعه وبركته لكن بقدر محدود لأن المقصود الأكبر من إنزال القرآن هو فهمه وتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا يجيب على تساؤلات الكثيرين ممن يحبون القرآن حول عدم وضوح إعجازه وعدم تأثرهم به وعدم تمتعهم وتلذذهم بمعانيه من هنا نشأت فكرة كتاب يكسر هذا الحاجز ويزيل هذه العقبة فاستقر في وجداني أن أسجل تأملاتي وأجمع خلاصة قراءتي لما كتبه المفسرون والمختصون حول كتاب الله وأعيد صياغتها في منهج واضح الخطوات لا يتعثر فيه المبتدئ ولا يستغني عن فوائده المتمرس المختص فهذا الكتاب بمثابة المفتاح الذي يفتح لك الباب الذي تلج منه إلى كتب التفاسير دون رهبة وبمثابة أول خطوة على طريق تدبر القرآن الكريم وإن شئت فقل هو بداية لنبدأ علاقة جديدة مع القرآن أخي القارئ هذه بضاعتي هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة تعرض عليك وهذه بنات أفكاري أهديتها إليك فإن صادفت قبولا فإمساكم بمعروف وإن لم يكن فتسريح بإحسان وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء والله المستعان والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله لبنة صالحة في صرح التناولات القرآنية المشرقة في غرة الأمة الإسلامية العريقة عادل محمد خليل منهجي في الكتاب قمت بعون الله تعالى بتقسيم الكتاب إلى ثمانية محاور على النحو التالي الأول ذكرت على آيات السورة وهل هي مكية أم مدنية واعتمدت في هذا على الضابط الذي رجحه البقاعي وغيره أن ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني دون الالتفات إلى الأماكن الثاني ذكرت أسماء سور القرآن بالترتيب سواء كان اسما واحدا أو أكثر واعتمدت في هذا على كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور الثالث ذكرت مناسبة تسمية السورة وقد اعتمدت في هذا أيضا على كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور وذلك في أغلب السور الرابع ذكرت بعض ما جاء في فضل السورة إن كان ثابتا صحيحا وقد اعتمدت في هذا على كتب السنة المعتمدة كالصحيحين والسنن الأربعة وغيرها واعتمدت في تصحيح الأحاديث على أقوال المحققين من المحدثين كالإمام الذهبي والشيخ العلامة الألباني رحمهم الله الخامس ذكرت موافقة أول السورة لآخرها مع التنبيه على أني لم أشترط أن يكون أول السورة هو أول آية فيها مطلقا أو آخر السورة أن يكون آخر آية فيها مطلقا غير أني لم أذكر هذا المحور بداية من سورة الملك إلى آخر المصحف وذلك لقلة عدد آيات هذه السور السادس ذكرت المحور الرئيسي للسورة أو المقصد العام الذي تدور عليه السورة وقد اعتمدت في هذا على كتاب مصاعد النظر للبقاعي إضافة إلى كتب التفاسير المعروفة كتفسير القرطبي وابن كثير وغيرهما السابع ذكرت مواضيع السورة في نقاط مرتبة وبيان ما تضمنته كل سورة على سبيل الإجمال خشية الإطالة ووضعت مقابل كل نقطة أرقام الآيات التي تتحدث عنها وذلك في أغلب السور مع التنبيه على أني لم ألتزم بهذا المحور بداية من سورة البلد إلى آخر المصحف لقلة عدد آيات هذه السور وقد اعتمدت في أغلب هذا المحور على كتاب مصاعد النظر للبقاعي وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور وكتاب التفسير الواضح لمحمد محمود حجازي الثامن ذكرت بعض اللطائف والفوائد حول السورة ووضعت بعد كل لطيفة أو فائدة المصدر الذي اعتمدت عليه مع التنبيه على أن كل آية من كتاب الله تحول كثير من الفوائد واللطائف والأسرار ولم يكن مقصد الكتاب الإطناب والحصر ولكن التسهيل والاختصار فلذلك اقتصرت على الإشارة إلى بعض الفوائد المتنوعة حول كل سورة كيف تستفيد من هذا الكتاب كتاب الله عز وجل لا يكن همك آخر السورة قال ابن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة ليس المقصود أن تقرأ الكتاب دفعة واحدة بل قبل أن تقرأ وردك من القرآن اقرأه أولا في هذا الكتاب وسترى الفرق بنفسك بادر ولا تؤجل قال الإمام أحمد بن حنبل إذا وجدت من نفسك انشراحا لطاعة فبادر ولا تؤجلها فإنك لا تعلم ما يعرض لك بعد ذلك بين النشاط والفتور استكثر قدر طاقتك من تدبر القرآن حال نشاطك وأقبل يقبل الله عليك اقتصد حال الفتور ولا حرج لكن انتبه أن يكون فتورك في مواسم الطاعات وتقسيم الغنائم مثل موسم رمضان أو العشر الأوائل منذ الحجة التنويع يكسر الملل ليس شرطا أن تقرأ الكتاب من أوله لآخره بالترتيب بل ابدأ بما تحب من صور القرآن ثم تنقل كيف شئت بينها فذلك يقطع الطريق على الشيطان أن يتسلل إليك عن طريق الملل أو السهو سورة الفاتحة السورة مكية عدد آياتها سبع آيات أسماء السورة المباركة زاد عدد أسماء هذه السورة المباركة على عشرين أسما كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان نذكر بعضا منها الفاتحة أم الكتاب الحمد السبع المثاني الكافية الشافية مناسبة التسمية الفاتحة لافتتاح القرآن الكريم بها أم الكتاب لأنها اجتملت على جميع مقاصد الدين الحمد لأنها بدأت بالحمد السبع المثاني لأن الله تعالى سماها بهذا الاسم في سورة الحجر قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي سبع آيات والمقصود بالمثاني أي تثنى وتعاد في كل ركعة وقيل يثنى فيها على الله بما أمر الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها الشافية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية رواه البخاري مما جاء في فضلها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلّى لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته رواه الترمذي صحيح الجامع موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بالحمد الحمد لله رب العالمين وختمت بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكلاهما موافق للآخر حيث إن الحمد دعاء كما جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله رواه الترمذي وابن ماجه صحيح الترغيب والترهيب وذلك لأن من بدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله كان أحرى بالإجابة والقبول المحور الرئيسي للسورة تحديد معالم الدين وأصوله وفروعه مواضيع السورة المباركة بدأت سورة الفاتحة بالاعتقاد أولا ثم العبادة ثم المنهج فبدأت بالاعتقاد الحمد لله رب العالمين إشارة إلى توحيد الألوهية ومن ثم توحيد الربوبية الرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر ثم العبادة إياك نعبد وإياك نستعين ثم المنهج إهدنا الصراط المستقيم آخر السورة فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا بدأت بالحمد حيث أن الله يبدأ عباده وخلقه بالمن والعطاء قبل أن يسألوه فاستوجب الحمد منهم ونبههم عليه ليكثروا منه وفي الحديث أما إن ربك يحب المحامد رواه أحمد والنسائي السلسلة الصحيحة ثانيا ذكرت السورة أهم عملين من أعمال القلوب الإخلاص في قوله إياك نعبد والتوكل في قوله إياك نستعين ثالثا ذكرت أهمية الصحبة الصالحة والقدوة في قوله صراط الذين أنعمت عليهم رابعا التنويه بضرورة وحدة الأمة في قوله نعبد وقوله نستعين بصيغة الجمع وليس المفرد خامسا حاجة الإنسان دوما للهداية بأنواعها هداية الإرشاد التوفيق التثبيت أما هداية الإرشاد كقوله تعالى في سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي وإنك يا محمد تدل الناس وترشدهم على صراط مستقيم وأما هداية التوفيق كقوله تعالى في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أي إنك يا محمد لا تجعل الناس مهتدين بل الله هو الذي يوفقهم لقبول الحق والهداية وأما هداية التثبيت كقوله تعالى في سورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم هدى أي ثبتهم على الهدى الذي هم عليه فكلما ازدادوا هدى ثبتوا عليه ولذلك فرض الله هذا الدعاء في كل صلاة نصليها سادسا من فوائد هذه السورة ولطائفها بدأ الله تعالى القرآن بالحمد وإليك بعض فضائل الحمد لتعي أهميته في حياة العبد أفضل عباد الله الحمادون صحيح الجامع أفضل الدعاء الحمد لله صحيح الترغيب والترهيب أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده صحيح مسلم الحمد سبب ثبات النعمة على العبد وسبب زيادتها سابعا من فوائد ولطائف هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين قدم العبادة على الاستعانة لأنها وسيلة إليها فلا يستعان بالله في أمر من الأمور إلا بعبادة الله وطاعته أما قول أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله وهو مدبر عن ربه غافل عن ذكره فلا تنفعه ثامنا من فوائد ولطائف هذه السورة علاقة الفاتحة بسورة البقرة وسورة آل عمران آخر ما جاء في الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم مرتبط ببداية سورة البقرة هدى للمتقين آخر ما جاء في الفاتحة غير المغضوب عليهم وهم اليهود فجاءت بعدها سورة البقرة تفصل أحوالهم مع ربهم ثم قال الضالين وهم النصارى فجاءت سورة آل عمران تفصل أحوالهم مع ربهم سورة البقرة السورة مدنية عدد آياتها مائتين وستة وثمانين آية أسماء السورة المباركة البقرة الزهراء السنام الفسطاط مناسبة التسمية سميت بسورة البقرة لأن في قصة البقرة أعظم وأكبر عبرة للعباد وهي وجوب الإنقياد والاستسلام لأوامل الله دون تلكء أو تكلف سميت بالزهراء والزهراء لغة المضيئة وسميت كذلك لأنها تنير طريق الهداية في الدنيا والآخرة وسميت بالسنام والسنام لغة أعلى ما في الشيء مكانا ومكانة يقال سنام الجمل أي أعلى ظهر الجمل وسنام القوم شريفهم وسورة البقرة أكثر سورة ورد فيها تفصيل المنهج الرباني للأمة فهي بمثابة السنام بالنسبة للقرآن سميت بالفسطاط والفسطاط لغة الخيمة كخيمة قائد المعركة التي تخرج منها الأوامر والتعليمات وسميت كذلك لأنها كالمركز الرئيسي الذي تنبثق منه التشريعات والمعرفة مما جاء في فضلها عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة رواه مسلم البطلة هم السحرة ومما جاء في فضل آية الكرسي أولا أفضل آية في كتاب الله رواه مسلم من حديث أبي بن كعب ثانيا من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي صحيح الترغيب والترهيب ومما جاء في فضل آخر آيتين منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري عن ابن مسعود قال ابن حجر كفتاه شر الإنس والجن كفتاه قيام الليل كفتاه ثوابا وأجرى فتح الباري موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بأول وصف للمتقين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب وختمت أيضا بهذا الوصف قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا أيضا إيمان بالغيب وذلك لأن الإيمان بالغيب أساس الدين فإن استقر في قلب العبد اطمأن العبد وسكنت نفسه وصدق بموعود ربه وخاف وعيده وصبر على أقداره حتى يكون عبدا ربانيا كما يحب الله ويرضى المحور الرئيسي للسورة الاستخلاف في الأرض بمنهج الله تعالى وقد عرضت السورة وبينت هذا الهدف وهذا المنهج بترتيب بديع وتسلسل رائع يصل إلى القلوب والعقول بسلاسة ويسر مواضيع السورة المباركة بدأت السورة بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمنين كافرين منافقين مع توضيح صفات كل منهم كما في الآية الثانية والآية العشرين تجارب الاستخلاف في الأرض التجربة الأولى عرضت السورة أول تجربة استخلاف في الأرض متمثلة في أبينا آدم عليه السلام فكانت بمثابة التمهيد ومن خلال هذه التجربة تبين لنا الآيات عداوة إبليس القديمة وأنه لا يدخر وقتا ولا جهدا لمحاربتنا وإغوائنا هو وقبيله فنحن إذن في حرب شرسة ولا نجاة لنا منها ولا نصر إلا بالاعتصام بالله والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه كما في الآيات الثلاثون والتاسعة والثلاثون التجربة الثانية عرضت السورة الثانية تجربة استخلاف في الأرض متمثلة في بني إسرائيل وبيّنت كيف أنعم الله عليهم وفضلهم على أهل زمانهم وجعل فيهم الأنبياء ووسع لهم من فضله وعطائه وكيف قابلوا ذلك بالكفر والعصيان والجحود فضيعوا الأمانة وفشلوا في تحمل المسؤولية كما في الآية الأربعين والآية المائة والثالثة والعشرين التجربة الثالثة عرضت السورة تجربة ناجحة للاستخلاف في الأرض متمثلة في أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام فكان نموذجا صالحا رائعا فأدى الأمانة ونجح في المهمة كما في الآية المائة والأربعة والعشرين والآية المائة والإحدى وأربعين إذن بدأت السورة بالتجربة الأولى للتمهيد وختمت بالتجربة الناجحة لرفع المعنويات وأتت بينهما بالتجربة الفاشلة لنأخذ الدروس والعبر ونتعلم من الأخطاء كان هذا الجزء الأول من السورة المنهج والدستور ثم جاء الجزء الثاني يوضح للأمة المنهج والدستور الذي يسيرون عليه لتحقيق مهمة الاستخلاف في الأرض وجاء هذا المنهج وهذا الدستور مرتبا على مراحل مناسبا لأحوال الأمة ونفوس وطبائع أفرادها على النحو التالي أولا التميز عن الأمم السابقة والتخلص من التبعية كما في الآية المائة وأربعة والآية المائة وستة والآية المائة وواحد وأربعين ثانيا التوازن والوسطية في التميز كما في الآية المائة وثمانية وخمسين ثالثا اختبارات عملية للطاعة كما في الآية المائة واثنتين وأربعين والمائة والخمسين رابعا تفصيل المنهج والتشريعات ومن سمات تفصيل المنهج والتشريعات في سورة البقرة ألف إباحة طيبات الأرض كلها إلا ما حرم الله واستثنى كما في الآية المائة واثنتين وسبعين والآية المائة وثلاثة وسبعين باء جنائي كما في الآية المائة وثمانية وسبعين والآية المائة وتسعة وسبعين جيم التنبيه على أهمية الوصية كما في الآية المائة والثمانين والآية المائة وواحد وثمانين والآية المائة واثنتين وثمانين دال تشريع تعبدي ألا وهو الصيام كما في الآية المائة وثلاثة وثمانين والآية المائة وسبعة وثمانين هاء تشريع الجهاد والقتال كما في الآية المائة والتسعين والآية المائة وخمسة وتسعين والآية مائتين وثمانية عشر ومائتين وستة عشر واو تشريع الحج كما في الآية المائة وتسعة وثمانين والآية 196 والآية 203 ميم تشريع أحكام الأسرة ومن أحكام الأسرة في سورة البقرة أولاً الزواج كما في الآية 221 ثانياً الإيلاء كما في الآية 226 ثالثاً الطلاق كما في الآية 227 إلى الآية مائتين واثنتين وثلاثين رابعاً الخلع كما في الآية 229 عند قوله تعالى خامساً العدة للمطلقة والأرملة كما في الآية 228 و234 سادساً النفقة والمتعة كما في الآية 236 والآية 237 والآية 240 والآية 241 كذلك من أحكام الأسرة في سورة البقرة الرضاع كما في الآية 233 كذلك الحيض كما في الآية 222 والآية 223 تأمل معي تدرجت السورة تدرجاً رائعة أولاً تحقيق التميز قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثانياً التوازن في التميز قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ثالثاً الاتجاه ليس كل شيء ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بل القضية إصلاح شامل والتزام كامل رابعاً مفردات الإصلاح الشامل التشريعات والأحكام وهنا سؤال لماذا اختلطت التشريعات ولم تكن مرتبة؟ تشريع جنائي ثم تعبدي لم يأتي تشريع العبادات منفصلاً عن غيره من الأحكام تأكيداً على شمولية المنهج وأنه يتناول كل مظاهر الحياة وسؤال آخر لماذا جاءت أحكام الأسرة متأخرة عن أحكام العبادات؟ لأنه لا بد من إعداد النفوس والقلوب عن طريق الالتزام بالعبادة والتقوى لتتمكن من تلقي هذه الأحكام بالقبول والإنقياد ولتيسير الالتزام بها ولذلك تجد هذه الآيات ختمت بتقوى الله ومراقبته والتذكير بعلمه سبحانه كما في الآيات فالأخلاق والعمل مرتبطان دائما في شريعتنا ثم عرضت الصورة المباركة لنا قصة طالوت وجالوت وهي تحكي عن طائفتين من بني إسرائيل مع الاستخلاف في الأرض فشلت الأولى منهم في المهمة بسبب الخوف من لقاء العدو وهو التولي عند اللقاء وعصيانهم لنبيهم عليه السلام وقياس النصر والهزيمة دوما بالمعايير المادية فقط دون الأخذ في الاعتبار بالمقاييس الربانية والإيمانية ونجحت الطائفة الثانية بسبب شجاعتها وصدقها وطاعتها وقوة يقينها وتوكلها وهذه القصة السابقة للتأكيد على أهمية القتال لحماية المنهج وأن الجبناء والخائفين لا يصلحون لحمل المسؤولية وأداء الأمانة الربانية ثم عرضت الصورة المباركة التشريع المالي الاقتصادي مع بيان بعض تفاصيله والتحذير الشديد من الذبا لأنه من أكبر الكبائر كما في الآية المائة والخامسة والتسعين ومائتين وخمسة عشر ومائتين وخمسة وأربعين ومائتين وأربعة وخمسين ومائتين وواحد وستين ومائتين وثلاثة وثمانين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا تقوية قلوب المؤمنين وزيادة يقينهم بربهم ليكون ذلك عونا لهم على إكمال الطريق كما في قصة عزير عليه السلام وذلك في الآية المائتين والتاسعة والخمسين وقصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام في الآية مائتين وثمانية وخمسين وقصة إبراهيم عليه السلام وإحياء الطير كما في الآية المائتين والستين وقصة الذين ماتوا ثم أحياهم الله كما في الآية المائتين وثلاثة وأربعين وكل هذه القصص تدل على قدرة الله المطلقة على إحياء الموتى والتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه ثانيا من فوائد هذه الصورة ولطائفها أن الإسلام لا يحرم شيئا إلا ويأتي بالبديل المباح الأصلح كما جاءت آيات الربا بين آيات الإنفاق وبين آيات التنمية والمداينة ثالثا سورة البقرة هي السورة الوحيدة التي جاء فيها ذكر أركان الإسلام كاملة الشهادتين الصلاة الزكاة الصوم الحج ثالثا أول صفة وصف الله بها القرآن لا ريب فيه أي أنه كله يقين لا شك فيه وهذا أقوى تحدي لغير المؤمنين به حيث لا يجرؤ أي كاتب أن يستهل كتابه بهذا التحدي وقد تحدى علماء الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن يأتي أحد بخطأ واحد في القرآن فلم يفلح المشككون رابعا من فوائد هذه الصورة أول صفة وصف الله بها المتقين يؤمنون بالغيب وآخر صفة وصفهم بها في نفس الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فأهم شيء هو الاعتقاد والاعتقاد من عمل القلب فالقلب هو محل نظر الله في عباده فاللهم أصلح قلوبنا وارزقنا قلوبا سليمة خامساً فضل الله الإنسان بالعلم قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وقال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى عن نبيه موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأفضل العلم ما جاء عن الله سبحانه فهو خالق الكون وهو بكل شيء عليم سادساً من فوائد هذه الصورة توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله توبة التوفيق فتلقى آدم من ربه كلمات ثم قبول التوبة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذا في القرآن كثير وهذا من سعة رحمة الله بعباده وهو أرحم الراحمين سابعاً قد ترى أو تسمع عن مواقف لبشر لا يصدقها عقلك أن يفعلها حيوان فضلاً عن بشر فلا تتعجب فإن من الناس من قلوبهم أشد قسوة من الحجارة كما ذكر الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثامناً قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة عبرت الآيات بلفظ اسكن دون غيره من الألفاظ إشارة إلى قصر وقت الإقامة في الجنة حينذاك لأن الله تعالى خلق آدم لخلافة الأرض أولاً تاسعاً قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين قال ابن سعدي رحمه الله من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان من ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد من ترك الحق ابتلي بالباطل كذلك اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتل الشياطين وهذه سنة قدرية وحكمة إلهية عاشراً من فوائد هذه السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه الآية الكريمة تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين أحدهما إقامة البراهين بخلقهم وخلق السماوات والأرض والمطر والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أولاً ربوبيته لهم ولآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر وتأمل قوله تعالى جعل لكم رزقاً لكم تشعر باللطف والود بينك وبين الرحمن سبحانه الفائدة الحادية عشر والأخيرة من فوائد هذه السورة ولطائفها المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله كما في الآية الواحدة والعشرين سورة آل عمران السورة مدنية على دؤياتها مئتين أسماء السورة المباركة آل عمران الزهراء مناسبة التسمية آل عمران لأن هذا البيت المبارك كان رمزاً للثبات والصلاح وخدمة الدين الزهراء لأنها تنير الطريق للسالكين إلى الله مع سورة البقرة مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه صحيح الترغيب والترهيب والحديث السابق في فضلها مع سورة البقرة ومما جاء في فضل آخر عشر آيات في السورة أن بلالاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر يوماً فرآه يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأها حتى آخر السورة ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها رواه ابن حبان السلسلة الصحيحة فليحذر كل مسلم أن يمر على هذه الآيات دون أن يتدبرها ويتفكر فيها وليرجع في ذلك إلى أقوال العلماء والمفسرين موافقة أول السورة لآخرها حيث بدأت بالدعاء بالثبات على أمر الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وختمت بالأمر بالثبات على أمر الدين يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا وذلك لأن الدعاء من أهم وسائل الثبات على الدين الذي أمرنا الله به المحور الرئيسي للسورة الثبات على دين الله مواضيع السورة المباركة تنقسم هذه السورة المباركة إلى قسمين الأول من الآية الأولى إلى الآية المائة والعشرين يوضح لنا كيفية الثبات في مواجهة الأفكار الخارجية متمثلة في الحوار والنقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران والقسم الثاني من الآية الحادية والعشرين إلى الآية المائتين يوضح لنا كيفية الثبات داخليا متمثلا في أحداث غزوة أحد وما ترتب عليها القسم الأول جاء وفد نجران النصارى يتحاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وهو الحوار الأول من نوعه بين المسلمين والنصارى وهذه هي مراحل النقاش أولا تقوية عقيدة المسلمين قبل النقاش وذلك يتجلى في الآية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والآية العشرين والآية الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين ثانيا إيجاد نقاط اتفاق كما في الآية الرابعة والستين والآية الرابعة والثمانين ثالثا الإتيان بالأدلة والبراهين وذلك في الآية التاسعة والخمسين والخامسة والستين والسادسة والستين والسابعة والستين والتاسعة والسبعين والآية الثمانين رابعا تحذير أهل الكتاب من التكذيب وذلك يتجلى في الآية الخامسة والعشرين والآية الواحدة والستين والآية السبعين والآية الواحدة والسبعين خامساً العدل والتوازن والإنصاف في النقاش وذلك يتجلى في الآتي مدح الأخلاق الحميدة فيهم كما في الآية الخامسة والسبعين والآية المائة وثلاثة عشر ثانياً الثناء ومدح أنبياء أهل الكتاب والسيدة مريم عليهم السلام كما في الآية الثالثة والثلاثين والثانية والأربعين سادساً التحذير من التقليد الأعمى لأهل الكتاب بعد وضوح فساد عقيدتهم يتجلى ذلك في الآية المئة والآية المئة وواحد والآية المئة وخمسة والآية المئة وتسعة عشر سابعاً ختام القسم الأول وهو مواجهة الأفكار الخارجية بالثبات القسم الثاني خرج المسلمون من غزوة أحد منكسرين بعدما عصى بعضهم أمراً واحداً من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تسبب في الهزيمة فجاءت الآيات المباركة تعالج هذا الأمر علاجاً ربانياً وذلك على النحو التالي أولاً التذكير بفضل الله عليهم وذلك في الآية المئة واثنتين وعشرين رابعاً لوم لطيف منه سبحانه وذلك في الآية المئة وثلاثة وأربعين والمئة وأربعة وأربعين والمئة وثلاثة وخمسين والمئة وأربعة وخمسين والمئة وتسعة وخمسين خامساً توضيح أسباب الهزيمة ومنها الاختلاف كما في الآية المئة واثنتين وخمسين المعاصي والذنوب كما في الآية المئة والخامسة والخمسين التعلق بالأشخاص كما في الآية المئة وأربعة وأربعين نقف الآن على علاقة القسم الأول بالثاني والعوامل المشتركة بينهما أولاً عدم التعلق بالأشخاص والتركيز على الفكرة والهدف والمنهج في القسم الأول لما رفع الله المسيح بن مريم إلى السماء فتن النصارى وضلوا في القسم الثاني لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كاد بعض المسلمين أن يفتنوا ثانياً وجوب وأهمية الاتباع في القسم الأول في الآية الثانية والخمسين في القسم الثاني في الآية المئة وستة وأربعين وفي الآية المئة وثلاثة وخمسين تلخيص أسباب ووسائل الثبات التي جاءت بها السورة أولاً التمسك بالقرآن والسنة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ثانياً تقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثالثاً الاعتصام بالله ولزوم الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رابعاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون خامساً تركوا الاختلاف في الدين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم من فوائد ولطائف الصورة أولاً قال تعالى يا مريم قنطي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ألف ينبغي على العبد أن يكثر من العبادة كلما زاده الله من النعم والفضل باء عبرت الآية الكريمة عن صلاة المرأة بمفردها في بيتها بالسجود وعبرت عن صلاتها في جماعة بالركوع وبما أن السجود أفضل من الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكذلك صلاة المرأة بمفردها في بيتها أو محرابها أفضل من صلاتها في جماعة ابن القيم التفسير القيم بتصرف وقد جاءت السنة المطهرة تقرر هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حميد الساعدي وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك التعليقات الحسان على صحيح بن حبان للألباني ثانيا قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابن عثيمين رحمه الله ينبغي للإنسان أن يتأمل هذه الآية ولو مرة واحدة إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به لعله ينال هذا البر ثالثا جعل الله تعالى نموذج الثبات في هذه الصورة امرأتين وهما زوجة عمران ونيتها الصادقة في خدمة دين الله سبحانه ومريم بنت عمران وقد من الله عليها أن جعل ولدها نبيا من أولي العزم وقد سميت الصورة المباركة باسم هذه العائلة المباركة آل عمران إذن رمز الثبات في هذه الصورة هو النساء رابعا زين للناس حب الشهوات قيل المزين هو الله وقيل هو الشيطان ولا تعارض فيهما فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة سورة النساء السورة مدنية عدد آياتها 176 أسماء السورة المباركة النساء النساء الكبرى وذلك لتسمية سورة الطلاق بسورة النساء القصرى مناسبة التسمية النساء اختار الله تعالى أحد المستضعفين وهم النساء ليبدأ الحاكم أو الراعي أو المسؤول بتحقيق العدل والرحمة بأهل بيته أولا فإذا حقق ذلك نجح في تحقيقه مع رعيته النساء الكبرى وذلك للتفريق بينها وبين سورة الطلاق التي تسمى النساء القصرى مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر رواه أحمد الصحيحة والسبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة موافقة أول السورة لآخرها بدأت بإيتاء الأموال لأصحابها وآتوا اليتام أموالهم وآتوا النساء الصدقاتهن نحلة للرجال نصيب مما ترك الوالدان وختمت أيضا بتقسيم التركات وهي الأموال الموروثة يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة وكل هذا يدل على عدل الله عز وجل مع البشر ورحمته بهم سبحانه المحور الأساسي للسورة العدل والرحمة مواضيع السورة المباركة أولا بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع وذلك عن طريق تدرج رائع ومراحل متأنية تطهير المجتمع من الفاحشة وذلك في الآية الخامسة عشر والتاسعة عشر قطع أسباب الفاحشة وذلك في الآية الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين عزل الفئات الفاسدة وفتح باب التوبة لهم وذلك في الآية السادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر ثانيا مكانة المرأة في الإسلام وأن لها حقا في الميراث كالرجل تماما بل قد يزيد حقها على حقه في بعض الحالات وذلك في الآية السابعة والآية الحادية عشر والثانية عشر وعلو مكانة المرأة وتكريمها والرحمة بها وذلك في الآية التاسعة عشر والحادية والعشرين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والمائة والثمانية وعشرين والمائة وتسعة وعشرين ثالثا العناية بالأرحام وباليتامى والقيام على حقوقهم والتحذير والوعيد الشديد لمن تساهل في هذه الحقوق وذلك في الآية الواحدة إلى الآية السادسة والآية الثامنة والعاشرة والآية الثالثة والثلاثين رابعا أحكام الشرع كلها رحمة ومقصدها رفع الحرج والمشقة والتخفيف عن الناس وذلك في الآية السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين خامسا القيام بين الناس بالقسط وهو العدل خاصة الأقليات والضعفاء وذلك في الآية التاسعة والعشرين والآية الثلاثين والسادسة والثلاثين والثامنة والخمسين والمائة وسبعة وعشرين والمائة وخمسة وثلاثين سادساً بيان صفات المنافقين الذين يريدون زعزعة الكيان الإسلامي وتقويض أركانه وبيان أحكامهم والتحذير منهم وذلك في الآية الثامنة والثمانين والواحدة والتسعين والمائة وستة وثلاثين والمائة وسبعة وأربعين سابعاً بيان مقصد الجهاد في سبيل الله وهو الدفاع عن المستضعفين وحماية الدين وحماية الرسالة والتبليغ للناس كما في الآية الواحدة والسبعين والتاسعة والسبعين والرابعة والتسعين والخامسة والتسعين والسادسة والتسعين ثامناً تصحيح العقيدة في الله سبحانه وحمايتها من الغلو والتفريط والخلل وإثبات الوحدانية له سبحانه وإبطال العقائد الباطلة كما في الآية المائة والخمسين والمائة وتسعة وخمسين والآية المائة وواحد وسبعين والآية المائة واثنتين وسبعين تاسعاً إثبات نبوة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نور وبرهان وإقامة الحجة به على الناس كما في الآية المائة واثنتين وستين والآية المائة والسبعين والآية المائة وأربعة وسبعين والآية المائة وخمسة وسبعين عاشراً لا نجات يوم القيامة إلا بالإيمان والعمل الصالح وأنه لا ينفع مجرد الانتساب للدين أو لرسول من الرسل ولا تنفع الأمان أصحابها وذلك في الآية المائة وثلاثة وعشرين حادي عشر تعليق صحة الإيمان على التحاكم لشرع الله فقط بانقياد وتسليم حيث إن التحاكم للشرع هو أهم مظاهر الإيمان وذلك في الآية الرابعة والستين والخامسة والستين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولاً تولى الله سبحانه تقسيم المواريث بنفسه فلا مجال لأي أحد مهما ادعى من الحكمة والعقل أو الرحمة بالورثة أن يغير أو يبدل منها شيئاً ثانياً ثالثاً ينبغي للعبد أن لا يحقر حسنة ولا سيئة فقد تكون الحسنة سبباً في نجاته والسيئة سبباً في تعذيبه وفي الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري سورة المائدة السورة مدنية عدد آيتها مئة وعشرون آية أسماء السورة المباركة المائدة العقود الأخيار مناسبة التسمية سميت سورة المائدة لما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام إنزال مائدة من السماء أجابهم الله لطلبهم وأخذ عليهم عهداً وتوعدهم أنه من نقضه فسوف يعذبه عذاباً شديداً فكانت المائدة رمزاً لهذه القصة ورمزاً لهذا العهد سميت بالعقود لأنها أمرت بالإيفاء بالعقود في أول السورة سميت بالأخيار لأن فيها الحث على الوفاء بالعهد وهذا من شيام الأخيار مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الطوال فهو حبر رواه أحمد وهو في السلسلة الصحيحة والسبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بالأمر بالوفاء بالعقود يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُكُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وختمت بالعقد وهو العهد الذي أخذه عيسى بن مريم عليه السلام على قومه فتركوه وضيعوه كما قال تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وذلك لأن الوفاء بالعقود من صفات المؤمنين الصادقين المحور الرئيسي للسورة المحور الرئيسي للسورة هو الوفاء بالعقود مواضيع السورة المباركة وهذه السورة المباركة هي سورة الحلال والحرام كما يسميها ترجمة نانسي قنقر